منذ الطلقة الأولى بدى وكأن المعادلة في السودان باتت صفرية فلا الجيش يقبل إلا بحل قوات الدعم السريع وإنهاء وجودها ولا تلك القوات تقبل إلا بالسيطرة على مقرر رئاسة الجمهورية والقيادة العامة للجيش والاستلاء على الحكم في البلاد مهما كان الثمن من هنا بات القتال حتى الموت شعارا للطرفين العسكريين المتصارعين في السودان بينما الشعب السوداني قابع في الزاوية بحذر ينتظر الإعلان عن انتصار أي من الطرفين وربما ينتظر الموت بقذيفة طائشة يطلقها أحدهما جهود حثيثة قامت بها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإقناع المتصارعين بوقف القتال وهي الجهود التي أثمر الإعلان عن هدنة ثم أخرى من دون التزام حقيقي من جانب الجيش أو الدعم السريع على السواء الأمر الذي بات يهدد بتوسع نطاق المعارك لتتحول إلى حرب أهلية شاملة لا سيما أن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان يمثل عشائر الشمال السوداني بينما يمثل حميتي قائد قوات الدعم السريع عشائر الغرب السوداني وبالنظر إلى ما يجري من مناقشات داخل الإدارة الأمريكية بشأن فرض عقوبات ضد كل من الجيش والدعم السريع في السودان يرى محللون أن هذه العقوبات كان يجب فرضها على قائد قوات الدعم السريع في حازيران عام 2019 عندما فتكت قواته بالمتضاغرين العزل أمام قيادة الجيش وقتلت منهم العشرات كما كان يجب فرض العقوبات الأمريكية على البرهان عندما قاد انقلابه وانفرد بالسلطة في تشرين الأول عام 2021 لكن فرضها في الوقت الحالي قد يعطيهما فرصة للاستمرار في الاقتتال بينهما حتى يعلن أحدهما النصر بالقضاء على الآخر اشتركوا في القناة